السكابيولوهيومرا المسلز هي المسلز اللي راح تكون متصلة بالسكابيولا و متصلة بالهيومرس فرح يكون شغلها على الهيومرا جوينت اوكي بهذا المعنى انتبعنا الحاضر المسلز اللي راح تربط ما بين الهيومرس يعني ببساطة راح تكون هذه العضلات داخل الأبرلم نفسها بالمحاضرات والمحاضرتين السابقتين اتحدثنا عن المسلز اللي هي تربط ما بين الابارلم اللي هي الاباندكلار أو soperaio Pekiolar Skeletal Skeleton و الاكزياء السكيلوتن فاسمناها او اكزياء ابنديكلار السكيلوتن بهذا المعنى هذه المحاضرة راح تكون داخل الأبرلم فقط داخل الأبرلم فقط ما بين السكابيولا والهيومرس وشوية كلافة كذلك يعني بشكل عم طبعا بهذه المحاضرة مثل غير المحاضرات مثل محاضرتين السابقتين سنتحدث عن المسلز و سنعرف كل ما صار نعرف الوريجين والإسسرشن والإنورويشن والأكشن وبعض المسلز سنتعرف على التست كيف نسألها التست و كيف نكشف عن وجودها أو كيف نكشف عن وجودها شيء لظيف او كيف نكشف عن وجودها أو كيف نتأكد أنها فونكشنل او لا بهذه المعنى نتابع المحاضرة مثل ما قاعد نشوف طبعا هذا الباك هذا نفس الصورة كانت بالمحاضرة السابقة هذه هي الدلتويد هذه المسل اللي يسمها الدلتويد مصل هذه قاعد تتصل بالسكابيولا وتتصل بالهيموريش سنحن عمليا رح نتحدث بهذه النقطة اللي هي طبعا الاسكابيولا السكابيولا الريجين والدلتويد ريجين اللي هي موجودة هنا سيكون حديثنا بهذه المنطقتين فقط بينما بالمحاضرة السابقة أنه كانت أكزيو أو أكزيو أبنديكولر المسلز قاعدت تربط كل هذه المنطقة احنا كنا نتحدث عنها الآن فقط رح نتحدث عن الاسكابيولر ريجون و الديلتويت ريجون طبعا كأفر ريفيو عن هذه المسلز فنحن رح نكون لدينا 6 مسلز كل مصل من ذني طبعا رح ترتبط بالاسكابيولر رح ترتبط بالهيوبرس كل واحدة منها سيكون التباط الاسكابيولر وهيومرس الاتباطها سيكون الاسكابيولر وهيومرس وبعض منها سيكون ايضا طبعا هنا ستعضلات الدلتويت عندنا السباسكابيولارس سوفرا انفراسباينياتس تيرز ماجر تيرز ماينر وسبسكابيولارس ذني السكس طبعا أول مصل التي راح ستكون في عدنا هي الدلتويد مصل قام بالتعرفة عن الدلتويد مصل أن هذه الدلتويد بشكل اساسي مثل ما ما قاعد نرى هذه هي الدلتويد هذه العضلة المثالية عضلات الكتف هي الدلتويد طبعا هذه الصورة hide عن الدلتويد الدلتويد طبعا عدها ثري بارت البارت الأول هذا البارت الأول اللي رح يكون نسمي بوستيرير أو سباينال بوستيرير بارت أو سباينال بارت يضطي نفس التسمية طبعا هذا البارت الثاني اللي هو الانتيرير بارت أو الكلافيكولر بارت طبعا اكو المدل اللي احنا لو نرجع طبعا لو نرجع ثنين لورا سوري طيب طبعا هذا المدل مثل ما قاعد نشوف هذا المدل بارت هذا المدل هذا الكلافيكولر أو الانتيرير هذا رح يكون البستيرير أو السباينال بهذا البعنة هذه هي طبعا كل واحدة مثل ما عرفنا بالترابيزيس كل واحدة من أدهن يعني لها وظيفة إلى حد ما خاصة بس الأضلة بشكل عام كلها أكيد الفونكشن مالتها أو أكيد أنه لها فونكشن موحدة ولكن كل جزء رح يختص مثل ما عرفنا بالترابيزيس رح يختص بشكل بالشي معين رح يكون هو الأكثر شيء يختص ب lays طبعا الاتاتشمنت رح يكون هو الاسباينس أو الاسباين والأكروميين جزء من الأكروميين ورح يكون أيضا الكلافيكال رح يكون جزء من الكلافيكال رح يكون هذا كل الـ الدستر الاتاتشمنت طبعا رح يكون هو عبارة عن الدلتويد الموجودة في الهيو مرس أوكي بهذا المعنى هذه الصورة أوضح أننا هذه قاعد تبين أنوYeah اتصال الـ الدلتويد بصل بالكلافيكال واتصالها أيضا بهذا الأكروميين بهذا المعنى ورح تتصل ايضا بالدلتويد تيو بروسيتي مثل ما قاعد الشوف هذا الـ دلتويد مصر اللي هو بالدلتويد تيو بروسيتي طبعا الانيرفيشن لهذه المصل الانيرفيشن عندنا الاكزلاري نيرف احنا بشكل اساسي انه هذان الانيرف ستعرف عنها بعدين انه مين جايات وين يروحان شو هنا بالضبط الآن المطلوب من عندنا انه نحفظ فقط انه هو الاكزلاري نيرف وطبعا C5 هي الاساسية وC6 هي الثانوية بشكل اساسي العضلة هي C5 طبعا المين اكشن احنا مثل ما قلنا انه العضلة مقسمة الى 3 بارت البارت الاول اللي هو الكلافيكولار بارت او الانتيرير بارت اللي رح يكون وظيفته الافلكشن هيسوي الفلكشن طبعا هذا هو الافلكشن ولكن المن للهيوميرس الفلكشن الالبو او سوري الالشولدر جوينت هذا الشولدر جوينت او الكلينو هيوميرال جوينت رح يسوي Reflection هذا معناته Reflection بهذا المعنى Medial Rotates يعني هذا الثاني عندي هذا بهذا الوضع هي Higher الحركة معناته Medial Rotation طبعا عدي الأكروميال Part أو الأكروميال Part أو الميدل Part أيضا الميدل Part أيضا سمي الأكروميال Part رح يعمل الabduction اللي هي هاي الحركة الabduction ولكن هاي الabduction مو من البداية مو من البداية رح تكون بزاوية 15 تقريبا يعني هي زاوية 15 تقريبا فرح تبلش من نانا ويصاد ما رح يبلش من الصفر يعني مو من نانا وانا ما من نانا يعني شو رح يصاد ليش رح نعرف انه اكو عضلة ثانية هي اللي تسوي الانتيري أو اللي تسوي الانيشييشن اللي هي من البداية الspinal Part أو posterior Part اللي هي رح تسوي extension طبعا هاي اللي هي رح تسويها اللي هي رح تسويها هذه طبعا الabduction هذه ال هذه الاكستنشن اللي رح تسويه Coz anterior Part أو دلتايد مسل وايضا رح تعمل ud Atlatural Rotation هاذي هالحركة لها Immediately وهذه ايضا رح تساعد بهذه الحركه أيضا هذه الحركة وهه الحركة ايضا رح تساعد بهدلتايد الثنيناتي هاي الحركة وهاي الحركة بهذا المعنى طبعا how to test this muscle فببساطة انه test this muscle او function of axillary nerve طبعا لانه هي المسل بلكي مسل قوية كبيرة فانه من الريد ان نفحص ال axillary nerve هل هو شغال ولا لا فعلى ما اعتقد انه افضل شي نروح الى المسل اللي تكون قوية اللي تكون وظيفتها اللي تكون قوية طبعا هي ال abduction ال abduction مع ال deltoid muscle يبدأ من النا يبدأ بزاوية 15 اللي تعملها مع axis of the humerus يعني المهم انه هي axis of the body او midline midline مع ال body بهذا المعنى فبزاوية 15 ونبدأ نروح فاحنا نخلي ايدينا هاتي فيصير رزيستنس اكو يعني احنا كأكزامينر كاطباء انه رح نخلي ايدينا على المريض بحيث انه نمنعه من انه يرفع اذا رفع بقوة انه اكو رفع فهي ال main abductor اللي هي ال deltoid muscle فبهذه الطريقة نعرف انه المسل functional وبالنهاية axillary nerve ايضا functional طبعا if acting normally انه نقدر نسوي لها palpation ونقدر نعرف ببساطة انه palpation او انه هي acting normally من خلال انه هي قاعدة نسوي abduction طبعا العضلة الثانية اللي هي tears major muscle اوكي tears major ببساطة هي هذه هذه المسل هذه الموجودة هنا نرسمها او ننشر عليها بالرسم اوكي ادنى هذه المسل هي هذه tears major muscle اوكي بهذا المعنى tears major ستكون تتصل بالسكابيولا تقريبا ما قبل الاخير اللي ادنى مثل ما عرفنا لاتسمس دورسي هي تتصل باخر نقطة باخر نقطة بالسكابيولا بالانفيرير angle هي لاتسمس دورسي تتصل يعني يعتبر الوريجن بالنسبة لها يعتبر جزء من الوريجن الترابيزية او sorry tears minor sorry tears major ستكون مباشرة فوق بالضبط بهذا المعنى مباشرة فوق طبعا هذه صورة الى حد ما يعتبر اوضح عن هذه رح تتصل بالسكابيولا مثل ما قاعد نشوف الوريجن طبعا مالتها الوريجن سيكون هذا الجزء مثل ما قاعد نشوف هذا الجزء هو الوريجن اما الانسرشن فرح يتوضح لنا من الانتيرير اسبكت سب سكابيولا نيرف الوريجن سبسكابيولا نيرف الوريجن فقط هي اللي راح تغذي ال tears major muscle بالنسبة مثل ما ارجع اذكر انه احنا البركيالا بلاكسز موصرح ناخذها هنتركها بعدين السبب انه احنا بعدنا من اعرف اساسا كوي ازا انه ندخل مواشرة بالبركيالا بلاكسز حسب ترتيب المصدر انه يعتبر هالشيء لا انه يتركها بعدين فاني قاعد امشى المصدر واشوف هذا الشيء منطقي اكثر الروتس الروتس طبعا السي فاي راح تكون ماينر والسي سيكس راح تكون هي الميجر هي اللي الميجر اللي راح يغذي هذه المصل كمين اكشن بالنسبة للمصل هي راح تسوي عددكشن عندي انا هذا انا سأسوي عددكشن اسوي عددكشن يعني معناته هاي وهاي قاعد اتسلها او الروتتس هذا اوه هاي به هذه الطريقة بهذه الحالة انا قاعد عدد اسوي ميتيا الروتتسن يعني راح تساعد التيرز ميجر او الرجل سيتساعد و الروتتسن بعدين راح نعرف مني الميجر بالمستقل ان شاء الله طبعا كيف تحضر هذا المسل؟ لنقوم بتحضير هذا المسل أو المسل يعني ننسي فحصة هذا النيرف اللي هو المسل نسوي لها نسوي لها بس نسوي ونحاول الشخص يسوي يعني نحن نخليها ونقوم بتحضير ونقوم بتحضير يعني دعني ايدي هنا ونقوم بتحضير هذا المعنى فراح اعرف رح تشتغل يعني العضلة تشتغلت رح اعرف انه حقدر اقوم بتحضيرها لانه احنا ببساطة انه الادكتر الادكتر البكتوراليس ميجر هي فاني حتى اعرف انه هي مشتغلة العضلة مشتغلة ولا لا لازم اقوم بتحضير ما رح اقدر اعرف بمجرد انه اشتغلت لازم اقوم بتحضير طبعا ورح نعرف وين بالضبط نقوم بتحضيرها ولكن هي هنا الفكرة انه مو معناته اذا صار عدي ادكشن يعني معناته العضلة مشتغلت تمام لا لانه الادكتر عني عندي واندي فاني كلها رح يشتغل ولكن من خلال اقدر اعرف انه هي اكتنغ نورمالي ولا لا طبعا ننتقل للموضوع الثاني او احنا لحدنا اخذنا اضلتين وقع اربع اضلات الاربع اضلات رح نسميهن الاربع اضلات شنو معناته الاربع اضلات الاربع اضلات وهذا عبارة عن سينوفيال جوينت رح يكون اكو كبسول فهذه العضلات الاربع اضلات رح تكون تغلف الكبسول فرح تكونوا كأنه هي جزء من الكبسول جزء من الفايبرس كبسول اضلات 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 سينوفيال جوينت بهذا المعنى فرح تكون طبعا رح تكون غلفة مغلفة هذا المفصل وهذا السبب نسميه روتيتر كافو بنفس فقط انه هي حركتها غالبا حركات ذني المصص غالبا رح تسوي روتيتشن او رح تحرك رح تحركه الهيوميرس طبعا هذا الهيوميرس هذا السكابولة سيدخل الهيوميرس هنا يجب منتج الهيوميرس وهذه وتحركه الهيوميرس وتحركه الهيوميرس على السكابولة لهذا السبب نسميه روتيتر كاف اما كاف poss مال looking كافة كافة يظن عن عقفة طبعا هذا المعنى طبعا المسكولا تندنس انه هي مكونة من تندن هي تندن جزء من العضلة أصلا ولكن بها معناته انه المسكولا تندنس يعني قاعد يصف انه روتاتر كافة المسكولا تندنس مكونة من مصصص ومكونة من تندن كل ذني كل هن قاعد يسون روتايشن المالي لهيوميرس ما عدا السوبرسبايناتس السوبرسبايناتس ما رح تسوي روتايشن الوحيدة اللي ما رح تسوي روتايشن اللي رح تسوي ولكن من صفر الى 15 ورح نشوفها شوين هذه روتايتر كاف طبعا هنا انا هو موضحها انه هذا هاي اليد مغلفة الهيوميرس وهذا اللي يشير الى انه هي فعلا روتايتر كاف ومغلفة مغلفة يعني مغلفة الهيوميرال الهيد او الهيد طبعا هذه الاس تشير الى السبسكابيولارس الاس هنا سوبرسبايناتس اه هنا انفرسبايناتس وهنا مثل ما قاعد نشوف فمغلفات مغلفات هذا الجوينت كلها مغلفات هاي المنطقة كلها اللي هي الجوينت الكابسول هذه ايضا صورة اخرى قاعدة توضح للمسألة شوان قاعدة تصر انها فعلا روتايتر كاف يعني مغلفت تماما هاي فكرة روتايتر كاف طبعا هذه ايضا روتايتر كاف كلها نفس الصور انه قاعدة توضح الموضوع قدنا طبعا الان العضلتين الاولانيتين اللي رح نتحدث عنهم اللي هي السوبرسبايناتس والإنفراسبايناتس ما صل السوبرسبايناتس اللي هي هاي السوبرسبايناتس مثل ما قاعد نشوف هذه رح تكون هنا طبعا هذا السكابيولار هذا الهيومرس السبينس السكابيولار سبين السكابيولار جاء من فكرة أنه هي فوق الاسباين انفراسبايناتس جاء من فكرة أنه هي تحت الاسباين بهذا المعنى طبعا هذه السبراسبايناتس وهذه الانفراسبايناتس مثل ما قاعد نشوف يعني جدا سهل أنه نعرف مكان يعني كانها معروف من اسمها سبايناتس أو السباين سبراسبايناتس فوسة والانفراسبايناتس فوسة معروف هذا الشي طبعا هذه أيضا صورة أوضحة تكون إلى حد ما عنهن فهذه السبراسبايناتس وهذه الانفراسبايناتس أكيد ننتقل للأوريجن والإنسيرشن مثل ما قاعد نشوف الأوريجن مع السبراسبايناتس سيكون السبراسبايناتس فوسة والإنسيرشن أو سوري الأوريجن مع السبراسبايناتس والانفراسبايناتس سيكون لدي السبرة السبرة فصة والإنفرا سبينتس فصة مثل ما قاعد نشوف أما الإنسيرشن مالتهن سنشوف مثل ما قاعد هنا أدياني السبرة والإنفرا سبينتس مرتبات لدي هاي السبرة السبينتس والإنفرا سبينتس والتير مرتبات وحدة وراء اللخ كل هن صيرت على بهذا المعنى هذه الصورة أولا هتوضح لي فقط أن السبرا سبينتس أنه مبين من نانا من هاي الأسبق هاي السبرا سبينتس هذه هي سوري ثم قاعد نشوف طبعا هي راح يكون على البوستيري أسبق من عندها يعني من جهة البوستيري لو نشوف أنه بالبريفيس من نانا أوكي فهي قاعد تكون على البوستيري أسبق من المرتبات المرتبات قد نالفوق سبرا والإنفرا سبينتس والتير سبينتس بهذا المعنى ذني روتايتر كف أو ذني ثري مصول أو روتايتر كف طبعا هن تعرفنا أنت تعرف فقط على السبرا والإنفرا سبينتس الانرفيشن بالنسبة لهن اثنيناتهن بالنسبة للانرفيشن رح يكون السوبراسكابيلر نرف السوبراسكابيلر نرف هو النرف اللي رح يغذي السوبراسبانيتس والإنفراسبانيتس طبعا بالنسبة للسوبراف رح يكون عندي C4, C5 و C6 المين رح يكون أو الماجر رح يكون C5 بالنسبة للانفرا المين المينجر رح يكون C5 وايضا عندي المينر رح يكون C6 يعني بشكل اساسي C5 هو اللي رح يغذيها الروت C5 هو اللي رح يغذيها والC6 هو رح يكون بشكل اساسي السوبراسبانيتس ببساطة انه رح تسوي الانيشيشن يعني عندي هاي الحركة هسا اللي رح اسويها اللي هي من نانا لهنا هاي الحركة كلها طبعا ما بين او two muscles اللي قاعدة تسويهم بشكل اساسي اللي هي الدلتويد والسوبراسبانيتس السوبراسبانيتس تبلش بس تطل تريجر تطل تريجر بس شوية بس شوية 15 درجة واللي يتكمل هي الدلتويد بهذا المعنى اه طبعا ايضا تشتغل كبروتايتر كوف انه الها اهمية بروتايتر كوف طبعا روتايتر كوف هاي نقطة ما ذكرتها روتايتر كوف مو مصز مو وظيفتهم فقط انه اكو اكشن اكو يعني حركة لا احيانا وظيفتهم مو حركة وتيتركف احيانا وظيفتهم فقط يثبتا الهيومورس على الاسكابيولا هاي ايضا وظيفة يعني تكون ايزومتريكة يعني انه الاولى ما قاعدت تزيد وتزداد وتقل باللنكث بس بالنهاية انه هي الهيومورس على الاسكابيولا يعني مثلا بهذا المعنى يعني انه هذا الثقل اهنا اني لازم انه يجي مسوي لازم حتى ما اخلي يوقع فهنان البيسيبس قاعدت تشتغل قاعدت لسمة يعني اه حغالة البيسيبس سمن اضغط شغالة البيسيبس بس هي لا قاعدت قل لا قاعدت تزداد بالطول ولا قاعدت قل اوكي بالطول ولكن هي بنهاية شغالة فهاي روتايتر كوف اكضا من وظائفها انه الثبت الهيومورس فاتصر انه من تتقلص ستثبت الهيومورس على الاسكابيولا بهذا المعنى حتى منصر حركة فجائية ليصر عن يعدي تسلوكيشن بهذا المعنى اه طبعا الانفراسبانيتس رح يكون الوظيفة مالتها laterally rotates هاتسوي lateral rotation هاي الحركة ايضا هي تسويها و ايضا رح تسوي هاي الحركة اوكي هي هاي بشكل اساسي هاي lateral rotation بهذا المعنى اوكي بهذا المعنى هاي الانفراسبانيتس اه وايضا تشتغل بالrotator graph هاو تو تست السوبراسبانيتس اه طبعا بشكل اساسي انه احنا نخليها السوبراسبانيتس سويلها ادكشن اوكي يعني يعني خالها هيشي رح اخلي ايدي هنانه مع المريض هنا اخليها اوكي واقوله ارفع اذا ما قدر يرفع يعني ما انتها السوبراسبانيتس ما شغاله وعادة انه من مثلا السوبراسبانيتس يكون اكو مشكلة بالمرض اللي يغذيها ما قاعد يغذيها اه فشنه الي يسوي المريض او اه انه مشغاله عند السوبراسبانيتس ما شغاله شنه الي يسوي يميل اتش شوية حتى شنه حتى الصراع ذاتها تزاوية هاي 15 ستعاش ويبدأ يرفع بالدلتويد بينما بشكل طبيعي هو ما يقدر يسوي هكذا من البداية يبدأ رأسا لا انه راح يميل شوية وبعدين يرفعها انا اعرف انه عنده مشكلة يعني ايضا عندي ايضا عندي how to test infraspinatus طبعا نسوي احنا flexion flexion للالبو joint نسوي vaudato عدقب وفلكشن ان نقول هنا ادفع ايدي اخلي ايدي هنا من هو قول خلاح ادفع ايدي هنا ولكن لا ادفع ايدي هنا يعني if acting normally the muscle can be palpated نقدر نسألها palpation وهذا الشيء سنعرفه بالسرفس anatominal وعرف شو نسأل palpation لكل مصر إن شاء الله how to test the function of suproscopular nerve السuproscopular nerve اللي يغذي السupraspinatus والانفرospinatus هذا الnerve فحتى نفحص شغل هذا الnerve لازم نشوف العضلتين ليس عضلة واحدة ونسألهم palpation وكذا يعني نسوي test للpoth muscles ليس فقط للمسل واحدة لpoth muscles حتى نفحص الفنكشن ملهابة السupraspinatus أو السuprascapular nerve طبعا عندي tears minor اللي هي العضلة الخامسة ستكون عضلة جدا بسيطة مثل ما نشوف هذه هي عبارة عن tears minor اتصالها رح يكون فوق الفوق tears major فوقها مباشرة تقريبا ورح تكون بالجهة اللي طبعا نقطة هم هاتين لطيفة انه اذكرها الفرospinatus ما تاخذ كل الفرospinus fossa لا تاخذ ثلثيها تقريبا ثلثيها تقريبا وتبقي جسو ترتبط بالtears minor والtears major واكو عضلة ثانية ايضا ترتبط رح نشوفها ان شاء الله بقى شوية فطبعا هي خلاص ينزلنا العضلات يعني شفتها المسبقا انه العضلات اللي رح ترتبط ورح نشوف ايضا بالمستقبل ايضا اكو عضلات رح ترتبط فبهذا المعنى يعني فهي ما رح تاخذ كل السوبرا سباينس او الانفرا سباينس يعني سواء السوبرا او الانفرا ما رح تاخذها كلها رح تاخذ تقريبا ثلثيها بهذا المعنى هذه ايضا طبعا هذه تيرز ماينر مثل ما قاعد نشوف غالبا طبعا احنا شو نعرف المصل الثاني اول ما شفته طبعا عرفته انه هذه تيرز ماينر اوكي لانه دارسها اوكي دارسها صح بس انه بوشقة سباينتس اعرفتها هل انه امام اعرف الترتب هات komt اعرف. انه هذه السوبرا سباينتس في جهاز وهذه تيرز ماينر في هذا المعنى فبهذه الطريقة اللي منك انه اعرف انه هذه المصل بالضبط انه واي różnych هذه هي التيرز ماينرструي جهة منها مثل ما قاعد نشوف هذه هي التيرز ماينر و vontade صورة لطيفة عنها اما شون قاعد نميزها من خلال الانسرشن قاعد نميزها هي ايضا راح تبين يعني عضلة واحدة هذه مو متصلات يعني عضلة واحدة بس لان الرسم ممكن شو غضح طبعا هذا الوريجن هذا الوريجن مثل ما قاعد نشوفه هذا هو الوريجن بس هذا بس دني الاثنين عادة يعني هم تشي طبيعي عادي تكون مفصولة يعني عادي الياف بس بشكل اساسي هو هذا المكان اللي يكون مابين يعني يكون تقريبا على او posterior aspect of lateral border اللي هو ايضا راح يكون يعني جزء من ايضا راح ياخد جزء من الانفرا espinus fossa مثل ما قاعد نشوف وهذه طبعا راح تكون الانسرشن تحت الانفرا espinatus قدنا الانرفيشن شنو الانرفيشن شنو الانرف اللي يغذيها طبعا الاكزلاري نيرف تيرز ميجر كان يغذيها نيرف مختلف تماما هنا تيرز ماينر لا يغذيها الاكزلاري نيرف قدنا طبعا يعني c5 ورح يكون c5 نفس التلتويد فرح تكون نفسها c5 هو ال المين و c6 هو ال مينر ذاكى المايدر c5 هو المايدر والصيد الانطبع يعني هذه هي هي مو المين مو المين لاترال روتيتر يعني مو المين فبشكل أساسي راح تساعد يعني سوي أسست وإحنا شفنا أنه مثلا أدي يعني السهرة هي أضلة صغيرة بس حركتها جدا مهمة يعني لو هذه الأضلة ما موجودة أنا أضطر أسوي هيتشي هيتشي أسوي يلا أقدر أرفع جسمي يعني سورة أقدر أرفع إيدي فذاتست يعني فالأضلة رغم أنه هي صغيرة بس أكيد إلها أهميتها يعني أكيد هي ما نوجدت إلا إلها أهميتها إلا إلها أهمية يعني فكل أضلة سواء كانت صغيرة سواء حتى وإن قاع نشوف أنه كل شوية لاترال روتيتشن يجعل روتيتشن كما هي أضلة تسوي نفس الحركة ولكن كل واحدة لها أهميتها ووظيفتها اللي بنقدر نستغني عنها أيضا طبعا عندي السابسكابيولارس مصل اللي هي آخر أضلة رح تكون عندي هذه الأضلة اللي رح تشغل كل السابسكابيولار أو تقريبا ثلثي السابسكابيولار بشكل أساسي هي ثلثي السابسكابيولار فوسة هذه السابسكابيولار مصل طبعا هذه هذه صورة أخرى عنها هذه السابسكابيولار مصل رح تشغل هذه المنطقة كلها مثل ما قاعد نشوف فما كدعي أنه نكثر الكلام لأنه هي واضحة العضلة طبعا مثل ما قاعد نشوف عندي هذا السابسكابيولارس مصل هذه الأوريجن مالت هذه المنطقة كلها تعتبر الأوريجن بهذا المعنى وطبعا الانسيرشن مالتها رح يكون باللسر تيوبركل أو اللسر تيوبرسي مثل أيضا تمام قدنا النيرز اللي رح يغديها الأبر واللور الأبر واللور سابسكابيولار نيرز الأبر واللور سابسكابيولار نيرز وقدنا طبعا السي سيكس هي الأساسية الميجر هي السي سيكس السي فايب والسي سيفن رح تكون ماينر يعني مو الأساسيات الروت طبعا كنت حدث عن الروت المين اكشن هي المين ميديال روتيتر حسب ما قاعد يقول مر الميديال روتيتشن شنو هي بالضبط هاي نبلش مننا هاي الحركة هي الميديال روتيتشن فهي المين ميديال روتيتر that's it أنب اكشن with the روتيتر كوف نفس بقت يعني هنا كلهن روتيتر كوف يساعدا بأنه يثبت الهيومر الهد على السكابيولا بهذا المعنى فالأكشن مالتها مين هي المين ميديا روتيتر و بنفس الوقت أنه تشتغل روتيتر كوف أنه تثبت الهيومر على السكابيولا وأيضا عدها هذه الوظائفة روتيتر كوف يعني حدثنا طيب هذا الجدول مثل ما قاعد نشوف يلخص كل اللي تحدثت عنه من ذات المحاضرة لحد الآن فضروري أنه هذه الجداول لها أهميتها لأنه دخلنا نسترجع نسترجع الذاكرة هذا شيء مهم شيء مهم أنه نسترجع الذاكرة فدائما ستجدون بنهاية كل محاضرة يتحدث عن المسلز سيكون أقعدنا هذا الجدول أو شيء نفس هذا الجدول بهذا المهن لهنا ننتهت المحاضرة أتمنى تكون المحاضرة كانت خفيفة ضريفة عليكم لأنه ما مستهلة صراحة لأنه ما وضع يقول بسيطة أنتوا لازم تقروها لازم أنه تقرون مهم أنه تقرون مهم أنه تتعرفون على الأشياء ضروري هذا الشيء ضروري الحفظ ضروري تحفظون ضروري تحفظون أهم شيء على الأقل أهم شيء المين مهم جدا لأنه بعدين سنحتاج نعرف أنه هذه العضلة ما المين المين اللي يغديها هذا الشيء مهم ونلتقي بمحاضرة أخرى